لليوم السادس على التوالي تسجيل تونس صفر حالة إصابة بفيروس كورونا واستقرار عدد الوفيات وارتفاع عدد حالات الشفاء هذا إلى جانب تسجيل حالة إصابة واحدة سابق لا تزال حاملة للفيروس مؤشرات تؤكد بداية الانفراج ولكن الخطر لا يزال قائما وفق وزير الصحة عبدالتيف المكي يعني الوضع الوبائي فيه حقيقتين الحقيقة الأولى أنه الموجة الأولى انضفت منها البلاد الآن ما عناش الفيروس يدور بسكل أفق ثم عدوى الحمد لله ولكن الحقيقة الأخرى هو أنه الخطر ما زال قايم وذلك عليش يلزمنا التوقي يستمر والإجراءات الحدودية تستمر كما قلنا احنا ناس واقعين ما نعالج فيه فيروس في مخبر فقط في مجتمع عنده ضروراته الاقتصادية والاجتماعية لابد أن تفتح الحدود ولكن تفتح بمقييس علمية اللي تخلي المكسب هذا يدعم هذا النجاح في تطويق فيروس كورونا يعود إلى مجهودات وتضحية الجيش الأبيض منهم أعوان وإطارات المخبر المرجعي بمعهد باستور الذين تفرغوا في الفترة الصحية الدقيقة بغاية المشاركة في القضاء على الوباء الخفي الخطير من اللي بدينا معناتها نخدمه توصلنا لقرابة 13 ألف عين معناتها تخدمت في معهد باستور خدمنا سباح وليل صحيح معناتها خفت شوية لكن منتظرين أنه مش تعاود معناتها الكوانتتين التي تزيد في الفترة القادمة مع اللي غابات غيمون اللي مش يصيروا معناتها المواطنين من التونسيين اللي في الخارج اللي مش يدخلوا ورغم الإشعاع الذي حققه معهد باستور على الصعيدين الوطني والعالمي وحزمة المهام التي يقوم بها من دراسات وبحوث علمية وتوفير التلقح والأنصال إلا أن بعض المشاكل المالية منها تمر بها هذه المؤسسة العريقة مشاكل تم طرحها خلال جلسة عمل بحضور وزير الصحة معهد باستور يقوم بتحليل ويقوم باختبارات وكل شيء ولكن ساعات الناس ما يخلصوهش عندنا توف البلاد التونسية عندنا حوالي 35 مليون دينار اللي هما ما دخلوش للمعهد وكرهم دخلوه وهذا نجم يشكل معناها يكون لنا شوية صعوبات الوزارة ملتزمة بأن نتحرك الملفات الاستراتيجية في قطاع الصحة بيش الملفات الاستراتيجية هي لتأثر بعضين إيجابيا على المشاكل الجزئية وباستور أعتقد أنه ملف استراتيجي إن شاء الله نجم نعمل فيه كل ما نستطيع هذا ويقوم معد باستور حاليا ببحوث علمية بغاية معرفة خفايا فيروس كورونا ومدى تحوله